مرحبا بكم يا أصدقائي في قناة عالم الألعاب تحدثت سابقا في قناتي عن محاكي ويلاتور والآن أتحدث عن آخر إصدار التي نزلها هذا اليوم إصدار أسطور بمعنى الكلمة قاموا بحل جميع مشاكل تقريبا قبل أن نبدأ أريد أن أتحدث معكم وأن أخذ لكم شيئا مهم إذا كنت تريد تشغيل ألعاب قوية فما عليك إلا بمحاكي ويلاتور وموبوكس وإذا كنت تريد ألعاب قديمة بعد الشيء ليس قديمة جدا ألعاب قديمة قليلا فأنصحكم بمحاكي إكزاغل لأنه يشغلها بجوضة أفضل من موبوكس ويلاتور ويشتغل أيضا على الهواتف الضعيفة بعد ذلك نقوم بالتوجه إلى جوجل وكتابة ويلاتور أنصحوا دائما بالتحميل من الموقع الرسمي لأنه لن يكون هناك أي فيروسات ولن يكون هناك أي تعديلات غير لائقة فالموقع الرسمي يحط لكم المحاكي كما هو فسوف نرى ما التحسينات الموجودة قاموا بتحسين جودة المحاكي ثم قاموا بإزالة الأوبيبي فأضافوا فقط الأبكة يعني أنك تحمل فقط ملف الأبكة تم تحسين واجهة المستخدم يعني ألوان مشبعة أكثر وأضافوا الألوان وأضافوا الكلس من الأشياء حتى تستطيع التحكم بثلاسة ولم تجد أي مشكل ثم إضافة خاصية صور الخلفية يعني أنك تقوم بإضافة صور الخلفية صورتك أو أي صورة صورة سبيدر مان أو بلاي سيشن فايف أو أي صورة تحبها تحسين أداء جي تي اي خمسة وبعض الألعاب قاموا بتحسين أداء جي تي اي خمسة وقاموا بتحسين بعض الألعاب حتى تتمكن من اللعب بثلاسة وبحرية إصلاح الأداء قاموا بإصلاح أداء المحاكي حتى يصبح أكثر سلاسة في اللعب فصراح هذا المحاكي يتطور يوما بعد يوم هذا المحاكي سوف يتطوره ولكن دائما أنصحه بمعالجة سناب دراجون لهذه المحاكيات لكي لا تواجه أي مشكل في اللعب بعد ذلك قم بالتوجه إلى الإعدادات ثم قم باختيار الخيارات الجديدة أو الأصدارات التي نزلت جديدة بعد ذلك اذهب إلى الأخير وقم هنا بتغيير إلى stability وهي خيار جديد نزل في هذا الإصدار بعد ذلك قم بتوجه إلى عمل بعض الإعدادات في هذه الإعدادات لمعالج سناب دراجون إذا كان معالجك أخر فسوف أضع لكم إعدادات أخرى للمعالجات الضعيفة أو غير سناب دراجون لكن أغلبيات المعالجات تشتغل مع هذه الخطوات فقم بعمل هذه الخطوات وهنا اذهب واختار الرام لآخر خيار عندك خصوصا إذا كان جهازك يحتوي على رامات كثيرة بعد ذلك اذهب إلى آخر خيار وأتأكد أنه حتى هو stability هنا نسيت أن أخبركم بالخيار الجديد التي قامت إضافته وهو أنك تغير الصورة هنا قمت بوضع صورة سبيدرمان حتى أزين خلفية المحاكي وأنت اختار على حسب الصور التي تحبها إما صورتك أو هنا سوف أجرب هذه لعبة النينجا وأنتظر هل تشتغل معي بنجاح في هذا الإصدار الجديد لأن كان هناك لاغ في الإصدار القديم من ويلاتور سوف نجرب هذه الإدادات ونرى هل المحاكي يشتغل وهل اللعبة تشتغل بنجاح وهل هذه التحديدات الجديدة عملت بعد التغيير في هذا المحاكي أم لا ننتظر حتى ينتهي التحميل فكما ترون اللعبة استغلت معي بنجاح وبخفة وبثلاثة في الإصدار القديم كانت تشتغل ولكن بلاق يعني عندما أقوم بالمشي يكون هناك بعض اللاق ويكون هناك بعض الأشياء غير لائقة في اللعب لكن في هذا الإصدار فرحة اللعبة لعبت معي جيدا جدا يعني أن التحديد أو التغييرات التي قاموا بها فهي صالحة مميزة للعب أنصح أيضا بهذه اللعبة فهي رائعة قاموا أيضا بأفضل تعديلات قالوا بأن أفضل تعديلات كانت لجتي اي خمسة يعني أن أفضل الإعدادات نزلوها لجتي اي خمسة سوف أقوم بتجربة أيضا لعبة أخرى وأرى هل تشتغلوا معي بنجاح سوف أقوم بتجربة أيضا لعبة أخرى سوف أقوم بتجربة أيضا لعبة أخرى سوف أقوم بتجربة أيضا لعبة أخرى